ستتمكن المرأة السعودية من قيادة السيارات في شوارع المملكة بحلول شهر يونيو حزيران من العام القادم إذ أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ساميا بالسماح للنساء بقيادة السيارات لأول مرة في تاريخ المملكة وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك أمر بتشكيل لجنة على مستوى عالم من الوزارات ستقوم برفع توصياتها خلال ثلاثين يوما ثم تطبيق القرار في منتصف العام القادم القرار أكده سفير السعودية في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي في كلمة له في المنظمة الدولية قائلا إنه يوم تاريخي للمجتمع السعودي وللرجال والنساء ويمكن للسعوديين القود الآن أخيرا القرار قوبل أيضا بردود فعل إيجابية من مختلف أنحاء العالم حيث رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالقرار على لسان المتحدثة باسمها هيدر ناورت باعتباره خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح كما قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد شامب أشاد بالخطوة كانت السعودية قد واجهت انتقادات واسعة لكونها البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من القيادة على الرغم من التحسن التدريجي في بعض قضايا المرأة في السنوات الأخيرة وأهداف الحكومة الساعية لتعزيز دورها في الحياة العامة لا سيما باعتبارها جزءا من قوة العمل وعلى مدى أكثر من 25 عاما قامت ناشطات بحملات من أجل السماح للنساء بالقيادة وشمل ذلك تحدي الحظر بالقيادة في الشوارع وتقديم التماسات للملك ونشر تسجيلات مصورة لأنفسهن على وسائل التواصل الاجتماعي وهن يقضن سيارات وتعرضن بسبب ذلك الاحتجاز وواجهن مضايقات وعلى الرغم من محاولة المملكة إطفاء صورة أكثر حداثة في السنوات القليلة الماضية كان حظر القيادة يؤثر سلبا على صورة المملكة على الساحة الدولية